بصبح عليكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة التقصى هيكون معتادل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب صينة وحار على جنوب الصعيد والجو هيكون لطيف في أول ساعات الليل ومائل للبرودة في أخره وده على كافة الأنحاء وفيه فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وسط صينة وشمال الوجه البحري تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة بتنضمن على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك التذلمية وصباح الخير على كل سيدنا المشاهدين أهلا بك فأنا تمنين عن حالة التقصى النهاردة اليوم بنشفة طبعا استمرار للأجواء الخريفية المستقرة على كافة أنحاء الجمهورية استمرار انففاة ضربات الحرارة وتوسط درجات الحرارة متوقعة اليوم على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار ما بين الثمانية وعشرين والتسعة وعشرين درجة قوية اغلب مصادر الكتل الهوائية هي كتل الهوائية الشمالية قادمة من على البحر المتوسط من جنوب غرب أوروبا معتدلة فيه درجات حرارتها بالإضافة كمان هيتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شماد البيلات السحب دي بتحجب جزء من أشعة الشمس وبتحد من تأثير أشعة الشمس عشان كده احساسنا بالتقص خلال فترة النهار وتقص معتدل الحرارة على سواحنا الشمالية محافظات الوكه البحري القاهرة الكبرى حتى محافظات شمال السعيد ماء للحرارة على محافظات جنوب سينة وشمال السعيد حر على محافظات جنوب السعيد خلال فترات النهار خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس الأجواء بتكون لطيفة تماما على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة في الساعات الأولى من الليل لكن الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر درجات الحرارة الصغرى بتلقفت بشكل ملحوظ بتوصل الصغرى على القاهرة الكبرى الواحد وعشرين درجة مقوية بتوصل كمان في مناطق من شمال السعيد لـ 19 و19 درجة مقوية أجواء مائلة للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب مناطق الجمهورية بالإضافة كمان في فترات المساء بعد فترات الظاهرة هيكون فيه نشاط لرياح نشاط رياح ده سرعته ما بين 30 إلى 40 كم على الساعة هيقلل إحساسنا به نسب جتوبة في الجو ويخللنا نحس أكتر بانخساط ضربات الحرارة أيضا اليوم مع تكاثر الصحب المنخفضة والمتوسطة هيكون فيه فرص لسقوط الأمطار على المناطق الموجودة في سواحلنا الشمالية الشرقية زي برسعيد، دميات، رفح، العريش المناطق دي معارضة لسقوط أمطار خفيفة وغير مؤسلة تماما على أعمال الأنشطة اليومية الأجواء دي من مساء غدا إن شاء الله مساء السبت هيبدأ يحصل حالة من حالات التقلبات الجوية وحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب تأثرنا بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا وأيضا منخفض جوية على سطح البحر المتوسط هيعمل على حالة من حالات عدم الاستقرار هتبدأ في المناطق الغربية الأول هتبدأ عن المطروح والسلول ثم تمتد مع ساعات الليل وساعات المساء تمتد إلى الأسكندرية وشمال الواكه البحري فإحنا من غدا هيكون فيه فرص لسقوط الأمطار المتوسطة وقد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الواكه البحري وده هيبدأ من فترات المساء أيضا الأمطار هتمتد كمان لمحافظات جنوب الواكه البحري الأمطار دي هتمتد خفيفة متوسطة والحالات الجوية دي هتستمر معنا ليوم الحد والاثنين إن شاء الله ويمكن هتكون زروتها ويوم الحد الصباح الحد بعودين ناخد بالنا جدا من الحالة الجوية الخليف دايما معروف بالتقلبات الجوية الحد والسريعة هم جدا نتابع النشرات الجوية وهم جدا في المناطق اللي هيكون فيها سقوط أمطار صدق قائد المركبات والمسافرين على طرق القيادة بهدوء تام ونتابع كافة تعليمات المرور أثناء سقوط الأمطار وهم كمان نحن نبتعه تماما على أي بعيدا تماما على أي أعمدة إنارة أكشاف كهرباء أثناء سقوط الأمطار إن شاء الله السلامة للجميع بإذن الله مشكورك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية ودلوقتي تعالوا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة القاهرة العظمة فيها 28 والصغرى 21 العاصمة الإدارية العظمة 28 والصغرى 20 اسكندرية 27-22 العالمين الجديدة 27-21 مطروح 26-22 دميات 27-22 بورسعيد 28-22 الإسماعيلية 29-19 السويس العظمة فيها 28 والصغرى 20 العريش العظمة فيها 27 والصغرى 21 كاترين 25-14 طابة 29-22 حلايب 30-25 شلتين 32-24 شرم الشيخ 31-24 والغرداءة 31-24 الفيوم العظمة فيها 29 والصغرى 21 بني سويف 29-20 الوادي الجديد العظمة فيها 32 والصغرى 21 أسيوت 30-18 سهاج 30-20 قنة 34-20 لؤسر 34-21 وأخيرا أسوان العظمة 35 والصغرى 22 ونروح لأحمد نكمل معي باقي فقرات صباح الخير يا مصر